وفي رواية الترمذي ما العمل في أيام أفضل وفي رواية أرجى وفي رواية أزكى أرأيتم هذه الألفاظ النبوية؟ بالله عليكم إلى ما كان يشير صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إلى أي فضل وخير كان يفتح لها أبوابه يقول الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لذي عقل رشيد ولب وفهم حصيف أن يدرك معاني هذا القسم الإله الكريم إذن القسم بالليال العشر واحد من هذه الأقسام التي قال الله عنها هل في ذلك قسم لذي حجر؟ نعم إن القسم بها كما تقدم دلالة على عظمة شأن وتنويه بأمر عظيم يراد لأمة الإسلام أن تعيش هذه العظمة وأن تدرك هذا الفضل ومن أجل ذلك جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مبينة جوانب هذا الفضل مبينة معانية ما في هذه الفضائل والبركات على وجه التفصيل وهذا ما سنعرضه في هذا اللقاء بعون الله سبحانه وتعالى فأول ذلك قسم الله جل جلاله بهذه الأيام كما تقدم في قوله سبحانه وليال عشر وثانيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لفضل هذه الأيام والحث على اغتنامها ودفع النفوس وحفزها إلى الإقبال على ما فيها من خير عظيم وموعود كريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وفي رواية الترمذي ما العمل في أيام أفضل وفي رواية أرجى وفي رواية أزكى أرأيتم هذه الألفاظ النبوية بالله عليكم إلى ما كان يشير صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إلى أي فضل وخير كان يفتح لها أبوابه كان يقول اغتنموا عملا صالحا يقع في هذه الأيام موقعا عظيما لا يعدله شيء ولا ذروة سنام الإسلام هكذا بإطلاق ما من أيام إذن لا أيام في الدنيا على الإطلاق أعظم ومن أجل ذلك تناول أهل العلم المسألة بالنقاش هل الأفضل هي أم العشر الأخيرة من رمضان العشر الأواخر والقول الذي يجمع بين فضيلة هذه وتلك أن يقال إن أيام العشر الأول من ذي الحجة أعظم فضلا وأما ليالي العشر الأخيرة من رمضان فهي أعظم من غيرها تفريقا بين الليل والنهار ودلال على عظمة مختص به كل عشر منها ترجمة نانسي قنقر